السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية أهلا بكم في حلقة جديدة اليوم تسعة سبتمبر عشرين عشرين تسعة سبتمبر هو يوم ارتبط بالفلاح في تسعة سبتمبر سنة الف تسعمية اتنين وخمسين وبعد نجاح صورة تلاتة وعشرين وليو اتنين وخمسين كان لابد من مكافأة لهذا الشعب الذي تفاعل مع قوتنا المسلحة في إنجاح صورة تلاتة وعشرين يوليو وبالتالي كانت المكافأة بإعادة هيبة الفلاح وبناء السلم المجتمعي بقانون الإصلاح الزراعي صحيح الإصلاح الزراعي من بعض أعراض الجانبية اللي حسبناها عيبا بعد كده هو تفتيت الحيازة الزراعية وما تلاها من سلبيات في الإنتاجية الزراعية وتعميم الميكانة لكنه كان قانونا مبهجا وإجراءا مفرحا أدخل بهجة الملكية على كل بيت من بيوت الفلاحين الذين كانوا مجرد أجراء لدى الإقطاعيين كل عام حضراتكم جميعا بخير كفلاحين لكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا يغني الفلاح في كل عيد 9 سبتمبر ويقول عيد بأي حال عدت يا عيد هل يطرى بالبطاطس اللي موجودة في التلاجة وبتطلع بأقل من تكلفة إنتاجها هل يطرى بالأطم اللي مش عارف هيبيعه الوقت بكام هل يطرى بالأرز اللي مخزن من السنة اللي فاتت ومحصول الرز الجديد الآن بيحصد ومش عارف هيبيعه المين وبكام هل يطرى للدواجن ومرب الدواجن أيضا فلاح لأنه يفلح مساحة من الأرض في إنتاج غزاء بروتيني الدواجن التي تباع بأقل من تكلفة أسعارها اليوم هل من حماية مجتمعية للفلاح نعم هناك العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ينبغي أن تسهر عليها القيادات التنفيذية في الحكومة المصرية ولا سبيل إلا بالقانون والدستور ولديهم السلاح القوي الناجز وهو المدة 29 من الدستور التي أوسط بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنمية الريف وشراء الحاصلات الزراعية من الفلاحين بهامش يحقق الربحية الربحية هي القيمة المضافة من متر الأرض ووحدة المياه اليوم حل من الحلول الجزرية التي ساقها الله سبحانه وتعالى على أيدي علماء مصريين أحدهم اليوم في ضيافتي وهو الأستاذ الدكتور حمدي الموافي أستاذ بحوث الأرز في معهد بحوث المحاصيل قسم بحوث الأرز التابع لمركز البحوث الزراعية وهو في محطة سخة هذا الرجل وفريق بحث مصري وبأموال مصرية وعلى أرض مصرية وفي ظروف مصرية تمكن ونجح من إنتاج الأرز البسمتي هل يستطيع الفلاح المصري زراعة الأرز البسمتي الذي يسمع عنه فقط في التلفزيون هل يستطيع الفلاح المصري أن ينتج البسمتي ويجد من يشتريه ويحن عليه ويشتريه منه ليوردوا إلى الفئة التي تستهلكه من الفنادق والمطاعم الفاخرة والأسر الميسورة التي لا تأكل إلا الأرز البسمتي أم أنه سينتجه ويخزن إلى جانب الأرز التقليدي أيضا ونلجأ إلى الاستيراد هل تعلمون حضرات السيادة المشاهدين أن مصر تستورد سنويا من الصنف البسمتي هذا بما قمت مائة مليون دولار سنويا لهذه الفئة فقط هل المائة مليون دولار في جزئها البسيط جدا أليست قيمة مضافة يجب أن تجير للفلاح حتى يأتي يوم 9 سبتمبر سنويا ليحتفل بالعيد الحقيقي له فعلا وأن يكون يوم 9 سبتمبر عيدا حقيقيا كان للفلاح المصري عدة أعياد هناك عيد القمح وتغنينا له وبه هناك عيد القطن الذي أدخل البهجة في كل بيت سابقا هل يستطيع الفلاح اليوم تزويج ابنته أو ابنه أو بناء مستقبل له أو تعليم أبنائه من ريع القطن أو من ريع القمح أو من ريع الأرز أو من ريع أي محصول زراعي أنا لا أعتقد يدوب الفلاح يزرع لأنه خلق ليزرع الفلاح يزرع لأنه خلق لينتب وأعتقد أن الدولة المصرية برئيسها الحالي وبحكومتها الحالية قادرة على تشجيع المنتجين وتحفيز أياد المنتجين أهلا بالأستاذ الدكتور حمد الموافق أهلا بمعليك أهلا أنا سيادتك بتجيت دايما في كل المقاطات أنا معليش المقدمة دي كانت طويلة شوية يعني لازم بعدها أخذ فاصل ولو دي يقتين بس فاصل وراجعين خليكم معنا الأرزي البسماتي على طولتنا اليوم النهاردة أهلا بكم حضرات السيادة المشاهدين النهاردة الفلاح المصري موعود في 9 سبتمبر في عيد الفلاح أن احنا نزف له بشرة كويسة هتزرع رز بسمتي هتزرع رز بينتج 7 طن للفدان أو 5 طن للفدان بس قبل ما رحب تاني بالدكتور حمد الموافي يحضرني الآن أن أنا أعز نفسي وأهلي في كفر الشيخ جميعا في وفاة المغفور له الحج محمد أبو عرب ده كان الفلاح المثالي أو المنتج المثالي للأرز في محافظة كفر الشيخ وفي مصر كلها وكان الباحثون المصريون في محطة سخة دائما يسترشدون به ويستعينون به على تنفيذ برامجهم في زراعة الأرز فرحمة الله عليه ونعز جميع أهل قرية الرغامة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ في وفاة المغفور له الحج محمد أبو عرب البقاء لله طبعا أبو عرب كان معاك السنة اللي فاتت في حلقة هنا وهو اللي كان شير الرغم كان موجود سبحان الله يعني نتساخد كده كالأوراق يعني لكن طبعا يظل الفلاح المصري كما هو الفلاح المصري نعم أبو عرب أوجد أكتر من واحد أبو عرب وأكتر من قائد أبو عرب ليس هو الآن النموذج الوحيد الآن عندنا فلاحين ما شاء الله بيعتبروا أعمدة هذا البلد يعني ما خدش السر ومات معاك لا يعني ورسه ورب أجل لا أعطى كل فلاح مصري مسته في العطاء كبيرة جدا نعم وأنا أنا ما برتبطش بالوظيفة إلا بوظيفة مربي رز أو مربي نبات مربي النبات دي أعظم وظيفة بحس إن هي بترتبط بالفلاح إحنا عندنا في ترسنا مربي يعني بجيب كاتكوت وربي أو عجله صغير وربي أو أي حاجة أو عيل صغير وربي يعني إيه تربية أصناف نباتية تربية الأصناف النباتية دي يعني صفة يعني أضي وظيفة علمية لا تضهيها وظيفة لأن سيادتك المربي ده مفروض أنه عبارة عن كنز موجود من المعلومات يعني أنت مصنف بريدر يعني مربي 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 بقى يعني إيه مربي يعني عنده قدرة على استنباط الأصناف وتتبع الصفات والحصول في الآخر على تركيب نباتية وراسية تلائم الأغراض والأهداف المطلوبة والأهداف دي بتبع محددة أنا حسب المشاكل الموجودة التي تتطلب أشكال معينة ما تشوفه النهاردة المربي متطلباته زمان غير متطلباته النهاردة النهاردة اللي حصل في تربية الرز لا يمكن وصفه إلا أنه هو عبارة عن إنجاز ما بعده إنجاز إنك إنت تاخد حاجة اسمها نيوب لانت طيب أو تركيبة نباتية من الرز ذات شكل معين على شكل حرف بي تركيب نباتي بيتوح التمثيل الضوئي وبيتوح كيفية الاستفادة من المية ومن الهوى والضوء والشمس في تتبع من المربي الذي يجب أن يقرأ ويفهم وينزل الحق ويرتبط بالمزارع ليعرف رأيه وفي رأي المزارع للمربي قدوة المربي ليس أكاديمياً لا يجلس المكتب أستاذ إبراهيم صور للدكتور حمدي وفريقه في الغيط لو سمحت ويريت وإحنا بنتكلم كده تجيبوها في فالمربي طموحات عنده طموح ليس طموحاً في الإعلام بقدر ما يكون طموحه بيبقى عنده ملايين النباتات بيبقى عنده المربي علشان يحصل على صنب سنوات طويلة عشر سنين اتنشر سنة علشان يحصل على صنب وحصلنا النهاردة علي دكتور حمدي لم يتحول الفكر إلى تطبيق يفيد البشرية فلا قيمة لك أنا مربي وعشت وتربيت على إيد عظماء زي الدكتور محمد سيد البلالي الذي أسس برنامج الرز نعم رحمة الله أول خطوة لنا حصلنا عليها في الثمانينات والتسعينات حينما استنبطنا الأصناف التقليدية اللي وصلت بمصر للإنتاجية أربعة طن للفدان ده أول وطلعنا منها الأصناف جيزة مية سبعة وسبعين تمانية وسبعين سخة مية واحد ونحن وفارق التربية الذي يعمل بالأرض بالمصابرة وبالجهد وصلنا إلى أصناف أبطر من عشر أصناف أو اتناشر صمت أسسوا الزيادة الإنتاجية في مصر ومقاومة مرض اللفحة الذي أسبب للبلاد كارثة في سنة أربعة وتمانين وكانت هي من سنة أربعة وتمانين كانت الخطوة والانكسار الذي دفعنا إلى أن نصل إلى تحقيق أعلى إنتاجية في العالم من الأرض لمدة طويلة ومصر تحقق المركز الأول في الوحدة المساحة من الأصناف ولكن هذه الأصناف التقليدية كان فيه شغل في العالم شغال إزاي يطوروا نبات الرز علشان يواتبوا ويواتبوا التغيرات المناخية عشان يواتبوا مشكلة المياه ونقص المياه إزاي يواتبوا كل الحاجات دي تكون لها فكان لابد من عمل تاني علشان نغير التركيبة النباتية للرز ومش كده وبس ناخد المنوعات الكتيرة في التنوع اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لأن بتد هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وتشوف تاخد إيه وتعمل تصنيفات إيه الصينيين كانوا بارعين جداً بيستخدموا حاجة اسمات ديفيرستي أو التنوع الوراثي بين صنف وصنف أما نيجي ننتخب وراهم نتوه لأنهم أصلاً كانوا عاودين يحتفظوا بالأسرار أنا سافرت الصين حوالي أزيد من عشرة لاثناشر مرة وعدت علشان أحصل منهم على تكنولوجيا صعبة جداً لكن ما فيش مانع أننا أقدر أستفيد وأننا هج النباتات هناك معاهم بالأصناف المصرية تتهجن وارجع بيها وابدأ مرحلة التربية روحة الهند من الصين الصوبر رايس أو روز الصوبر عبارة التركيبة اللي وصل لها الصينيين في الصوبر رايس روز الصوبر عدد الحبوب 350 حباية 250 ل300 حباية وبتوصل ل500 حباية وتركيبة نباتية معينة قد تصاب بالأمراض عندهم إحنا عندنا أصنافنا المقاومة عندنا التركيبة النباتية المرغوبة في الأكل وليست المرغوبة في الصين المرغوبة في مصر ومتطلبات المرغوبة عشان نقطة نظامة دكتور حمد إحنا بتفرج علينا اتنين المنتج اللي هو الفلاح والمستهلك كمان اللي عاوز يعرف كمان الكلام والفكر ده هيفيد المستهلك في رز صفات كويسة طعمه حلو يطبخ بالسهولة يتضيط في المضارب بتاعتنا بالشو ولا إحنا هنجيب أفكار السنة اللي فاتت قلتيلي للأسف فيه نوع من الرز معينة أنتجناها بس المضارب بتاعتنا لازم تتطور علشانه اللي هو البسمتي البسمتي يعني البسمتي محتاج مضارب خاصة تمام والبسمتي يعتبر فكر اقتصادي وفكر لازم يشتغل في مزارع متخصص وعاوذ يربح وعاوذ يشتغل أما جينا اشتغلنا في البسمتي اشتغلنا احنا بدأنا شغل البسمتي في الفين وتمانية الفين وتمانية من اتناشر سنة من اتناشر سنة كنت أنا رئيس برنامج الأرز القومي في مصر وصلنا الين الناردة untilternاشر سنة في البسمتي احنا كنا بنستخدم صنف اسمه لياسمين المصري مستوردينه من اسمه جاسمين ايتي فاي نعم وسجلناه كصنف مستورة تسجل في مصر ماشي هذا الصنف كان بيدي ثلاثة طن للفدان وصفاته بتاعت وكان بيعه 150 يوم في الارض يعني محصول قليل وفترة طويلة لكن كان بعض الناس بترغب في الأكل بتاع لياسمين المصري لكن مش على مستوى البسماتي الهندي او الباكستاني اللي هو مصدر البسماتي في العالم كله في دولتين بيحتكروا ولو عرفوا لما بيعرفوا ان في حد بيشتغل غيرهم في هذا المجال وكان عندهم المادة الوراسية عشان بقول لي ستك انا سفرت الصين خدت كذا انا خدت ومصرت ما خدتش ونقلت بالتركيبة بتاعتهم الهندية ولا التركيبة الصينية ولا التركيبة المختلفة عن التركيبة المصرية ستك بتدور على كوالتي وجودة انا عاوز جودة في البسماتي بقى عاوزين جودة عالمية مع محصول عالي في الهند وفي باكستان الانتاجية اثنين طن للفدان لكن احنا احنا بقى سيكتك قرار وزاري ونفسي هذا القرار بتسجيل هذه الاصناف وكويس نسيتك بتدعوني وفي عيد عظيم مصر فاللحة ان يتم التعاون بيننا جميعا فالأرض وكل المهتمين في تفعيل انتاج الهجم والاصناف التي تم التوصل اليها في وزارة الزراعة المصرية وبرعاية مركز البحوث الزراعية وبتولي اكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا التمويل للوصول الاصناف سجلت ووصلنا لها عندنا مجموعة من الاصناف منها البسماتي البسماتي سيادتك انت تكلمت ان الاستراض السنة دي 150 الف طن عشان ظروف كورونا او كده اللي دخل 150 الف طن اسعار البسماتي متروحة ما بين 20 جنيه لحد 90 جنيه البسماتي مطلوب في الفنادق ومطلوب لاحتياجات كتيرة بيوصل الاستهلاك بتاعه احيانا ل350 الف طن بما يعادل القيمة قعد تحسبها شكليا انها بتوصل لحوالي 9 مليار جنيه مصري 9 مليار جنيه مصري كانت تنفق ان احنا بنستورد بها رز بسماتي حاليا حاليا بس انا عاوز اقول لك عاوز اقول لك ان الافراح في القرى والريف في الوقت المصري عادي النهاردة تشوف الوليمة اللي عاملنا في الفرح كلها بسماتي اول ما بيجي بتحط في الكشف بتاعه رز بسماتي تمام تمام وكمان حاجة تانية الرز المصري العادي اللي هو بتاعنا لاصناف العاليات الجودة اللي كانت بتصدر الى بعض الدول المستهلكة ومنها الدول العربية والدول الخليجية حل محلها الارض البسماتي في دول الخليج انا عندي بزرع مليون فدان مليون وسبعة من عشرة على حسب وزارة الرأي او زدناها او قللناها هو الرسم السناد المفروض واحد مليون وسبعة من مليون وسبعين الف مليون وسبعين الف انا دلوقتي انا ما عدش عندي مشكلة في المليون وسبعين الف في اصناف بتوصل سابتها الخمسة طن او ان انا ارفع وفي نفس الوقت بستهلك مية بقرب من مستوى مية يعني سيادتك انت ممكن تتحكم في المية توقيتني في الاجابة وحضرتك توتي معلوماتك سيالة وكتير ده بيونتج كم طن في مصر انا هقول لي سيادتك احنا سجلنا تلات حاجات بالقرار للوزاري 1115 لسنة 2018 سجلنا الاب البسمتي بتاعنا اللي هو وسميناه جيزة 200 و 1 وتحت التسجيل 200 و 2 و 200 و 3 محصولهم بيتراوح من أربعة أقل شيء لحد أربعة ونص وفي مع الفلاح اللي بيجيت خمسة طن خمسة طن مقارنة بالياسمين المصري اللي بينتك تلاتة طن أصبح عندي فرق اتنين طن يبساتك انا عاوز استغل الاب ده مش كده وبس طلعنا ام عقيمة سميناها بسمة 12 الف به بنحفظ عليها من سنة لسنة بتتهجن زي موضوع بقول لي سيادتك بتتزرح في 10 خطوط والاب اللي هو جيزة 200 و 1 بتتزرح في خطين ومجرد هذا بناخد الف 1 او البزرة بتتزرح عند المزارح تاني سنة سجلنا اول هاجين مصري سمي هاجين بسمتي مصر 11 بيصل انتاجه من 5 الى 6 طن مع كواليتي بتاعة البسمتي العالية خلي بالسيادتك الاب بسمتي دكتور محمدي انتاجنا 5 طن او 6 طن نقدر نزرع مساحة دقيقية من البسمتي يتوقف ذلك دلوقتي الاصناف موجودة والتقاوي موجودة التوسع يقف على الجهات المعنية الجهات المعنية اللي هي مهتمة جينا نجرب تأجربة وشاف عرضنا على الناس جي بعض الشركات شاف وقالوا لا ده احنا انبهروا بالفكرة شركات التقاوي انبهرت بفكرة لانها فكرة مربحة المستثمرين فكرة مربحة وبدأوا علشان يشتغلوا ووعدون في سنة انتجنا لهم كمية قالوا ان احنا هنجيب مضارب وهنهيأ نفسنا وناس كبيرة ولها وزن والكلام ده كله ولكن بعد كده كالعادة المصرية عدم الاستكمال يعني انت انت انتجت التقاوي لناس معينة وعدوك وخلوا بوعدهم لان انا جهة حكومية وجهة حكومية معنة ان انا ازرح فدان او ازرح حاجة معاتش ستك بقى نظام زراعة بدون اربحية سواء كانت جهة حكومية او جهة غير حكومية يجب ان الحركة بتاعتنا سواء في مركز البحوث الزراعية او في اي حاجة يبقى مكان يأكل الناس اللي فيه ويعيشوا بيه انا من ربي انا مستفدتش ولا ملم واحد مكافأة زيادة ولا اي حاجة ولا الكلام ده يلزمني لكن ستك اللي يلزمني ان يعم الخير وان ان النهاردة لما بشوف حوالي ستين الف فدان مزرعين بسخة صوبر او بالصوبر او بالصوبر اللي طالع النهاردة فيه احنا بنسجل الناس كايت بتقوله الصوبر ده بيقعد فترة طويلة لأ ناس فهمة غلط الصوبر ده على مزاجك لو انت زرحته بدري يقعد فترة طويلة لكن انت خمسة طن وستة طن لو انت زرحته متأخر ما فيه الصنف بتزرع متأخر لكن متطبط بقصر النهار وانا ليه بعمله كده علشان طلحت برضه ام اسمها بيتيجي ثمانية وتلاتين الام دي بتاعة الصوبر وطلحت صوبر تلتمية بيبا طاول عنها لما بيتزرع بدري في واحد اربعة دي بتدعوكم وده بيدي خصوبة الهوى بيديني الاف وان الاف وان ده هوا بيديني اف وان ده اللي بنسجله دلوقتي هاجين اول هاجين مصر صوبر قصير الحبة لان احنا مسجلين هاجين مصر واحد اللي زيه زي جيزة مية تمانية وصبعين والناس تقوله رفيع الحبة والاكل كذا مع ان احنا جربنا عينات تمونية مع وزارة التموين وخضنا تجربة مع وزارة التموين بمساعدة اكاديمية البحث لعلم وتكنولوجيا وانتجنا الهاجين مصري واحد ده وكان معدل قابول مش عاوز اقوله سيادتك مية في المية والهاجين بينتج ستة طن بالمقارنة بجيزة مية تمانية وسبعين بينتجة اربعة طن يعني فيه فرق طن ونص لاثنين طن معنى كده ان انا عاوز واجه مشكلات المية فوش اللي يقولك عريض ولا رفيع مش كده كده كلامت والسنة دي بقى سمعت ان اللي عنده رز رفيع هو المطلوب وسائر وزادة عن العريض في الفترة اللي احنا فيها لان حركة السوق ما بتفضلش ستة يعني الطلب زادة على الحبة الرفيعة وحركة المربي ما بتفضلش في مكانها ولا تراوح مكانها عندنا تقاوى قد ايه السنة دي من البسمات يا دكتور انا اقدر سيادتك الكمية اللي انت عاوزها مش اللي انا عاوزها انا بتكلم على الهواء كمنتج تقاوي اه ياخد ياخد التقاوي من مركز البحوث الزراعية زيه زي اي صم قد انتجله هل فيه تنسيق بينك وبين الادارة المركزية لانتاج التقاوي الادارة المركزية لانتاج التقاوي بتاخد الحاجات اللي هي القصيرة الحبة ما دخلتش في حاجتين ولازم تدخل فيه وده نداء بودهه للدكتور حاتم ان احنا نحط ايدينا دين بعض علشان حاكتين الدكتور حاتم مرتبط بقرار وزير واعتقد نعم ان الوزير لن يدخل لن يهتم لانه كلهم كانوا يهتموا بالهاجين ويهاجم الهاجين وزير رجل اقتصادي ومالي يعني على فكرة سبتك ما تعرفش انا خط تجربة مريرة ومريرة جدا كان يكون اعطي ان انتج هاجين مصر واحد ودخلت في مشروع مع الاكاديمية لكن ما انتجتش هاجين مصر واحد من خلال الا تبنى الدولة ايام الدكتور عبد منعم البنة تبنى ان هو ينتج هاجين مصر واحد وخضنا التجربة وزرعنا خمسة وعشرين فدان وكان متحمس لها الدكتور محمد سلمان لان الدكتور محمد سلمان كان مشاركنا في كل الخطوات وكان بيبزل جهد كبير جدا معنا من وقت ما كان مدير معهد بحسن المحاصيل الحقلية الدكتور علاء خليف كان معنا برضو في نفس الجهد وكوادر كثيرة وعرف الجهد الذي يبزل ولكن وقلت لسيادتك زرحت خمسة وعشرين فدان وجيه مدير المعهد المحاصيل في تاني خالص يام الدكتور عبد منعم وانتبت خمستاشر طن من السلالة العقيمة واضطرت ان انا ادفع تمنها كواحد فرض الناس افتكرت ان انا جاي التمويل ودفع الحاجات دي من الحكومة لم يفي احد بتمن التقاوي دي واهلكت التقاوي ولم تستخدم في انتاج هاجين مصر واحد وقتها مع ان كان ممكن ومين يتحمل ده مين يحاسب على ده محدش هاي وحاسب لسبب بسيط ان انا شلت انا المسئولية على عاطقي وهي غلطتي وخلاص هل هناك من يعوق هذه الجهود اتكلم انا انا هناك معوق ولكن الفكر يجب ان يتسع لنفهم ان انا نلعب في ملعب يخص يا سيده صاحب الفكر الضيق ده اللي ينسيبه حجر عفرة قدام خلاص صاحب الفكر الضيق ذهب اللي هو مين بدون ذكر اشخاص يا باشا انا مضطرف ونفاصل الاعلاني بس انا لازم اقول حاجة قبل الفاصل معالي الوزير سيد بيل قصير لدينا مربي باحث ينفق اموال مصرية يعيش باحث في مركز البحث الزراعية حضرتك راجل مالي واقتصادي معني بالقيمة المضافة وحدة المية وحدة الارض لا قيمة الفلاح اعتقد في اجندتك له قيمة ولابد ان ندخل عليه شيء من البهجة محتاجين نركز على هذه الاصناف الجديدة نشجع انتاج تقاوي نربط بين الادارة المركزية لانتاج التقاوي والادارة المركزية لانتاج التقاوي مع محطة سخة لتعميم هذه التجربة على الفلاحين وحقول ارشادية عندنا رئيس قطاع ارشاد الان مؤمن بهذا الفكر الانتاج الجميل الاستاذ دكتور علاء عزوز فلنعمم هذه التجارب لنحصل نتائج تحقق مزيدا من الرفاية للفلاح خليكم معنا بعد الفاصل لو سمحت اهلا وسهلا بكم فوليمة الرز النهاردة بمناسبة عيد الفلاح الدكتور حمدي اثناء الفاصل بيتكلم معايا في حاجات غاية في الاهمية كنا طرحناها قبل كده في حلقات سابقة عندنا المنتج لكن ما عندناش المسوق عندنا الارادة وعندنا الانتاج وعندنا الفكر ما المانع فان احنا نسوق عندنا كل القوانين الجديدة اللي صدرت لصالح الزراع ولصالح المراكز البحسية تتيح لها الحق في انشاء شركات لتسويق هذه الجهود واظهرها وتحقيق الربحية منها بما يعود على الباحث وعلى المركز نفسه على فكرة هذه الاصناف ما فيش فاها ولا صنف اسمه حمد موافي ده كلها اسماء مصرية لا تحسب الى الباحث ولا الى المربي ولكن تحسب الى مصر لكن ما المانع في ان يعود ريع هذه الاصناف بعد تسويقها وربحيتها المالية وتحقيقها قيمة مضافة للفلاح اللي هو المنتج والمستهلك والاقصاد القومي بشكل عام ان الباحث يشمها ويعيش مرتاح كمان انا بادعو الاساس دكتور محمد سلمان رئيس مركز البحوث بان يمد ياده للتعاون مع اكاديميات البحث العلمي اللي بتمول هذه الاصناف ومعلومات ان الدكتور حمد بيقول لي انه الاكاديمية عملت بتقول شركة دكتور حمدي عملت شركات خاصة بيها شركات خاصة بيها وبتتمنى انها تتعاون في هذا الاطار مع مركز البحوث الزراعي مع مركز البحوث الزراعي في ابداعات المود لان فيه ابداعات في مركز البحوث الزراعي مركز البحوث الزراعي مليان بالكوادر اللي بتشتغل وتقدر تنجز وتحي المنافسة اكتر من 11 الف باحث كل باحث منهم قيمة وقامة في حد زي سيادتك احنا معلش شماعة احترامي معهد الحصول الحقلية معهد الحصول البستانية الحصولات البستانية مشتغل في التربية مشتغل انا نفسي فعلا موضوع الخضر وموضوع عندنا برنامج قومي لانتاج تأول خضر ماضي في في طريقه في طريقه أنا ليه زمائل كويسين زي سليمان وعمران وزي كذا واشتغلوا معانا تحية فعلا للأساس بكور سليمان وعمران شوفنا عمل بطيخ يتفوق على تأول بطيخ أنا قدمت فكرة في الفلفل من واقع فكرة الرز احد الباحثين اللي عاوض طبق اللي انت عملته في الرز في انتاج سلالات عقيمة تذكر بالفلفل وانتج هجم فلفل وطبقها ونجح بس للأسف دولة بيشتغلوا شركات خاصة مع نفسهم وكان الكلام ده قديم بقاله سنوات طويلة وبينجحه لكن اتمنى ان مركز البحوث الزراعية هو اللي يتبنى هذا الفكر وهو اللي لانه فعلا بس تتغير بقى أنا الدكتور محمد سليمان يعني بصراحة انسان مخلص جدا وعلى وعلميا أنا يعني عملت معاه وتحت دارته وعنده امكانيات تستطيع ان هو تخرج طقات كتيرة موجودة في المياه اي اجري لكن اتمنى ان ما يكونش فيه قوانين تغل ايدي العلماء والباحسين والمنتجين الدكتور حمدي لما بنروح معارض اوروبية مثلا وبنشوف في المعارض العالمية الجماعة اللي بيتباروا كلهم في عرض الاصناف بتاعتهم تتأكد ان اقتصاديات انتاج الغذاء ده في العالم خاصة الحاصلات البستانية وراها جيوش وراها مليارات وراها شركات عملاقة فعلا لانتاج البزور والاصناف هل احنا مش قادرين ان احنا في يوم من الايام مصر تكون مركز انا زورت تونس ووزير الزراعة التونسي اعتقد ولم يتغير حتى الان الموجود وزير الفلاحة قال لي احنا في حاجة الى تقاوي امح مصرية وبعد اتفاقية اليبوف اه وبعد اللي حاصل ده واللي عندنا والمؤهلات اللي موجودة عندنا احنا محتاجين طاقات مخلصة وفكر مخلص اتفاقية اليبوف دي لمن لم يعلم من السادة المشاهدين هي اتفاقية حماية الاصناف النباتية يعني اي حد جاي بصنف انه بره ييجي ربيه في مصر واشتغل عليه له حق ملكيته وحق ريعه مصر لما تنتج اصناف وتصدرها برا ايضا بتملك حق ملكيتها وحق ادارتها وبيكون لها عائد منها انا عاوز الحق نقطة لان في بعض الزملاء اخذ بعض سنابل من جيزة 200 وواحد وزرحها في افريقيا طلع الصنف الوحيد المتفوق على كافة الاصناف اللي هناك فبيقوله عاوز يسجيلها قلت له اسف لازم تلجأ الى مركز البحوث الزراعية الاول تيجي عندنا علشان يسجل هناك وهنا على فكرة احنا عندنا المقومات بتاعك في الرز عندنا المقومات ان احنا نشتغل لو في فلاح مصر قاعد دلوقتي وهتر على مصر حاجات كتيرة لو في فلاح قاعد قدامي دلوقتي وانا متأكد انهم كتير قاعدين بيتفرجوا على حلقة الرز عاوز يقول لك ازرعوا فين الرز البسمتي او ازرعوا ازاي زراعتوا عادية زراعة عادية جدا شكتل ولا بدار بالطرق اللي انت عاوزها بطرق التقليدية بطرق وبكل الوسائل اللي انت بتتبعه نفس برامج التسميد نفس كل شيء كل شيء واحد مجرد ان انا هغير صنف التقاوي اهم حاجة اضيض الرز اه هنا بقى انتج لميل لا التسويق هيتتاكل المصرين هاي التسويق سهل اه 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 ابيضه ازاي اه انا هنتجت بقى عندي مئة طنة اودهم فيه اه احنا كان عندنا الاول كان في مركز تكنولوجيا الرز في اسكندرية في اسموها احنا كنا بنجرب على فكرة جربنا اه وعندنا ناس متخصصة في الطهي وصفات الجودة وتحديد الرز البسماتي ومدى جودته ودركته ايه والكلام ده كله اه دلوقتي فيه مضرب او مضرب فيه في المنصورة على ما اعتقد حاج واحد اسمه حاجة عوضلة سمحت النهاردة لان انا بسأل اعدت اسأل النهاردة من واقع البسماتي انت سيادتك اصارت نقطة رغم ان احنا عندنا انجازات كتيرة وعندنا حاجات كتيرة وستعراتها شيء جدا ومفيد جدا وعاوز افهم بس معلش انا عاوز اقول سيادتك ان بعض المربين زمايننا ما هماش فاهمين احنا بنعمل ايه لان عاوزين يقروا كويس جدا في التربية عاوزين يقروا كويس جدا لعلك تعلم يا دكتور ان كتير من الابحاث احنا عندنا مليون بحث في المكتبة وعلى فكرة البحث ده نتيجة لو ما اطبقتش انا عاوز اقول سيادتك انا مش شارط ان انا عملت عندي زادة عن سبعين وثمانين بحث واشرفت على خمسة واربعين رسالة ماجستير اطبق منهم كموحس انا ما اشتغلتش لشغل تطبيق شوفا دكتور انا عاوز اقولك على حاجة لكن طبعا انا عاوز اقول سيادتك خمسة واربعين الصالح منهم خمسة طيب انا عندي فكرة تسويق لكويس والحمد لله احنا في مصر سلسلة متاجر هيبرز وسوبر ماركت وسلاسل عالمية ومحلية اصبح فيه سلاسل محلية حتى يعني انا ممكن اذكر اسمها كتير جدا ممكن تتعاون معاك ده كلام سالين موهم دون مستثمرين وعندهم ارفوا في عملاقة بتشيل كميات كتيرة جدا جدا من الرز المشروع اللي معايا فدي افكار حد طرق ببهم المشروع اللي معايا بعض الزملاء متضايقين ان فيه شقة تسويق شقة تسويق ده تجريبي بمعنى ان انا عملت عبوة مناسبة للرز وحطيت فيها الصنف الرز الممتاز اللي هو السوبر او غيره علشان الناس تدوقوا السنادي انا عندي مثلا اتناشر طن نتج المشروع انا بعملهم بودهم بعمل عبوة رز ممتازة واعرضها ويشوفها رئيس المركز ويشوفها كذا ويوافق عليها ومدير المعهد انا من برنامج الارض بوجه دعوة الاصحاب السلاسل التجارية الاستهلاكية المصرية لتبني هذه الفكرة وللاتصال بالدكتور حمدي موافق او ببرنامج الارض لتنسيق ورشة عمل لانتاج هذا الرز لارفف متاجرهم واعتقد دي فكرة يعني من خلال برنامج الارض انا بقترحها وانا عن نفسي هتصل ببعضهم وليه علاقة ببعضهم اتصال مباشر واطرح لهم الفكرة وما هيكونش عندهم مانع ابدا ان شاء الله عاوز بس لان ما عادش عندي وقت كتير عاوز اعرف بسرعة جدا الفلاح هينتج لو زرعوا هينتج كم طن في الفدان قلتلي خمسة انا بقول سيادتك او الاصناق من اربعة الى خمسة وفقا لامكانيات الفلاح وفكر الصح في تتبع عاوز ارض عادية احنا عادنا ناس كتر في كده عاوز ارض عادية خالص الهجم بقى انا بدعو من خلال سيادتك شركات التقاوى وفي شركات وحنا عادنا معاهم والسنة دي بعد اسبوعين هعمل لقاء نعمل لقاء لشركات التقاوى على ارض الواقع يجي يشوف الواقع والسنة اللي فت عملناها ومع رئيس المركز ورئيس المركز حضر ودعا شركات التقاوى الى تبني الارض الهجين لان هو ده اللي في الصين بتزرع بقول سيادتك سبعتاشر مليون هكتار فدان من جملة تلاتين مليون هكتار رز هجين ورز سوبر يعني خمسة وثلاتين مليون فدان رز هجين بيزرع في الصين يزرع سبعة وخمسين في المائة من المساحة رز هجين ورز سوبر بيزود انتاجية العالم عشرين في المائة إن شاء الله ولو طالت الصين تزرع المساحة كلها تزرعها رز المصر بتاعنا نزل من على قرف وفي المتاجر في كل الدول وحل محلها البتاع البسمتي أنا عاوز أقوله سيادتك نيوان لونجبينج اللي هو father of hybrid rice in China أو العالم من أغنى ومن أسرياء العالم ويعتبر رئيس الجمهورية لأنه كل رئيس جمهورية بيكرم الراجل ده سنة وتسعين سنة وإحنا اشتغلنا معه وأنا اشتغلت معه ده أكبر منتج من رز في الصين سيادتك أسس مجموعة فنادق وسلاس واشتغل بعد كده من الرز للخضار شركات الهجيء هي المسيطرة في الصين تسمح لنا تسمح لنا بديئتين كمان يا سبراهيم لو سمحت ليه مصر الفلاح كده والفكر المصري الفلاح كده معرفش حاجة البرامج التغذية بتاعته عادية خالص خالص انت قلت لي فيه نوع من الرز هنا بياخدش شكرة كيماوي اللي هو الصابر الصابر عشان ما يطوالش ما يهيكش عشان ما يهيكش لأنه لما تدي كام يوم كام يوم بالزبط عندنا دلوقتي طلعنا بنسجل صنفين مية و مية وخمستاشر يوم صنفين مية وخمستاشر يوم مية وخمستاشر اسمه هيببا حاجة اسمها صبر جيرين رايس يعني يببا طايب أنا اللي تمني سايبه في المية بيببا طايب من فوق وتحت أخضر يستغلك على في حيواني سيادتك نسبة البروتين في السلاج بتاع الصبر جامعة القاهرة عمل الدراسة عليها وصلت لعشرة في المية سلاج أرج زي سلاج البروت وتغذية آمنة ما عادش الفكر سيادتك الفكر المستثمر الاستثماري يجب أن هو يرجع أنا خلاص سيادتك احنا خرجنا أنا رجل كبير لكن سيادتك أنا بتتكلم وبوجه الناس كلها تشتغل بفكر كنت كبير بفكرك وبقلبك يا دكتور حمدي وقلبك سليم وعقلك سليم وانت ان شاء الله في منظومة محترمة وزارة الزراعة قادرة على تقديم خدمات هو جديد إن شاء الله حضراتي سيادة المشاهدين كانت واجبة رز في عيد الفلاح نتمنى إن الفلاح الدولة تمد إيدها وتوفر له هذه الأصناف الجديدة علشان ما يعودش يلبس في الطين وينتج عجين بشكركم جزيلا وبشكر ضيفي الأستاذ الدكتور حمدي الموافر اللي جاء للنهاردة من كفر الشيخ علشان نحتفل معا بعيد الفلاح بتقديم الأرز البسمتي للفلاح قدامك متاح إن شاء الله تنتجه وتنتقل إلى الخانة المربحة كل سنة وحضرتك طيب والفلاح المصري طيب وإن شاء الله معاوة لحد ما نحقق لمصر سمحولي أقفل الحلقة وده شيء ما ينساش أبدا بتعزية عائلة الأستاذ الدكتور يوسف والي في وفاة هذا الراهب العظيم رحمة الله عليه هو أول من أسس مشروع ميكانة الرز بالمناسبة أكبر واحد خدم مركز البحث والبحث العلمي في مصر الدكتور يوسف رحمة الله شكرا جزيلا تصبحونا على الفخير شكرا جزيلا